السلام عليكم ورحمة الله رحبا بكم من جديد على قناة تين وزيتون قبل ما نبدأ وصفة اليوم يمكنكم تتبعوا القناة على الانستغرام اسم الحساب فيغ اي اوليف نفس الاسم كذلك بالنسبة للفيسبوك على صفحة القناة في الفيسبوك فيغ اي اوليف بسم الله على بركة الله نبدأ وصفة اليوم ندير هنا جوش كيلو دي اللحم الملحة الزبدة جوش مع القكبار والقصبر نشرح لكم من بعد الكامون والبزعر هنا بالنسبة للقصبر هذا القصبر حبوب اللي ما كيعرفوش كيكون بحال هكا الكورياندر بالفرنسية هنا خديت واحد المعلقة كبيرة وهرمشتها شوية غير بالمعلقة وهذا خلاص القصبر مطحون فغندير معلقة كبيرة من القصبر مهرمش ومعلقة كبيرة من القصبر مطحون هادو هما المكونات دي الوصفة اليوم جوش مع القديز الزبدة كبار غادي ندهن بيها طنجرة طنجرة الضغط غادي ندهنها مزيان ومن بعض غادي ناخد الحم ونديروه ندير عليه التوابل إلا كان عندكم الوقت من الأحسن نخليوه الحم يتشرب هذيك العطرية واحد المدة إما نديروه الصباح ونطيبوه العشية ولا يبات في هذيك العطرية إلا ما تيسرتش ماشي مشكل راي بكلنا نديروه مباشرة بحل يدرتانايا هنا هاد الحم كيجي كأنه مفور ولكن كيجي فيه النسمة ديال الشواء كيجي بحلها مشوي بهذيك الزبدة بحلها طيبتيه في الفران ولكن هو كيجي يعني طيب في الكوكوت كيجي طيب مزيان كيجي فتي كيجي رطب وفي نفس الوقت كتكون عنده واحد القشرة مقرملة من الفوق هنا كما كتشوفو غادي ناخد الكيمية كلها هنا أنا اختاريت يعني لحم بالعظم جوش كيلو ما يمكن لكم تمدروه أي نوع كتبغيو بقريغنمي بالعظم بلاش اللي تيسر هنا درت الملحة غادي ندير البزار البزار ومن بعد غادي ندير الكامون معلقة كبيرة من كل حاجة هنا هي الكامون مطحون معلقة كبيرة والقصبر كما شرحت لكم هذا القصبر اللي مطحون وهذا القصبر اللي مهرمش يعني غير دك دكسو شوية بالمعلقة وصافي ومعلقة كبيرة قصبر يعني مهرمش هنا يا غادي ندخل التوابل نخلطه مزيان ندخل لديك العناصر كلها وغادي نديره مباشرة في الكوكوت ما غادي ندير ليه تقطرة ديال الماء مباشرة والحم راه ماشي كونجلي الحم يعني طري فخي غادي نسد الطنجرة ديال الضغط هنحكم الإغلاق ديالها وغادي نديرها على نار متوسطة الوقت اللي يعني تصفر الكوكوت وغادي ننقص عليها صافي وغادي نسدها دابا ونديرها يعني يعني الطيب هنديرها كما غتشوفوا في رقم 6 متوسطة من اللي تصفر غادي ننقص لها العافية هاد الطبق كيجي يعني ممكن نديريه للضياف ممكن نديريه لوليداتك يعني كيجي كيجيه مماوي نديروه كذلك في العيد في العيد الكبير هنا باش نرافق اللحم غادي نديرو حد الكيمياء ديال البطاطا نقطعها بحل فريت ولكن بشكل عرضي هي كيبقى اقترة ومن ثم طبيعة الحال اللي اللي كتفضلوا غي هو غادي ننخليها يعني شوية كبيرة شوية باش تشدلينا باش تهزلينا الطياب غادي نديروها في فلكس كاس باش تفور وحتى في التقديم تيبقى يعني كانت فنو فيه كيبغينا كل واحده تدق ديالو على حسب شنو شنو عندك في الخضراء شنو عندك يعني على حسب خضر الموسم كذلك هنه غادي نكمل بهالطريقة حتى نقطع البطاطا ديالي كلها والبطاطا يعني كيبغيوها كيبغيوها الصغار والكبار فمي كيكونش طبق فيه فيه البطاطا كلنا كيعجبنا البطاطا كيما كتلكم غادي نفورها وغندي لها واحد تبيلة من بعد باش نرافقوا بيها اللحم الخضر كذلك فكيجي طبق كيما كتلكم متكامل فيه الخضراء فيه البطاطا واللحم الحم أنا ملي غادي طيب غادي نحيدليه يعني نشفه كامل المكامل اللي فيه غادي نشف فاللي فضل اللي بغا يخلي فيه المرقى ممكن تخليه فيه المرقى اللي بغا يغمس علش الله يعني بالخبز اللي ما بغاش طريقة ديالي كيما غادي تشوفه معايا غادي نشفه كامل باش غادي يجي فعلا مشوي كما تنقوله يعني ناشف هنا حليت الكوكوت لقيت اللحم بده كيدخليه الطياب فغادي نعود نصدها تكمل الطياب ديالها في هاد الوقت درت الطنجرة درت فيها الماء بيغلي باش غادي ندير فيها البطاطا تفور المكن اللي في الطنجرة راه مغلي ديجا راه بدك يعني قرب يطلع الغلية غادي نحرك البطاطا ديالي بالملحة ما تنسوش الملحة للبطاطا لان البطاطا كتسجي باسلة لما كانش فيها الملح من الول غادي نرضها الطيب وغادي نوجد كذلك الخضرة اللي غادي نرافق بيها الطبق درت تسلو بيشعره وليزا سباخش ليزا سباخش ما عرفش اسميتهم بالعربية صراحة اللي عرفت اسميات كتبها لي في التعليق وغادي نديرهم تهوة هاد الطنجرة عندي فيها جوجكساكس انا كنت شريتها بحال هاكا هيكا تجي هاكا ولكن لي ما عندها جوجكساكس ماشي ضروري راي مقلنا نديرو الخضرة كلها في نفس الكسكاس غادي نخليه نشيف تماما من الماء اللي فيه والخضرة كذلك تهي هيا طابط غادي نحيد الخضرة ونوجد الشرمولة ديال البطاطا غادي ناخد طنجرة كبيرة غادي ندير فيها التحميرة القصبر مطحون السودانية البزار والكامون تومة والهريسة غادي نزيد شوية ديال زيت الزيتون وغادي نقلي فيها العطرية كلها مع التومة من اللي غادي تقلى ليه واحد شوية مطابعة الحال مقاحدها باش ما تتحرقش ليا العطرية وغادي ندير فيها البطاطا هنا يزيد شوية ديال الملحة البطاطا كتبغي الملحة فهنا المقاحدة المقلنا ديالي نحركها غي الوقت اللي يعني نحرك هاداك العطرية وتبدأ تغليلي يزيد على حساب هاداك التومة ردوا البال التومة مخصاش تحرق وغادي ندير البطاطا مباشرة وغادي نحرك غي بشوية البطاطا اللي كتبكت يعني كتدوب ضغية فنردوا معها البال غي بشوية هنا يا صفي غادي نحيط الخضرة هنا را ما كنتش على ليه العافية غير كحسة هنقلب البطاطا بشوية فهديك العطرية ونزيد كذلك قرص ديال القصبر هنشاركو معاكم ان شاء الله قريبا على القناة كيفاش كنوجدو غادي نقلب لكل شي شوية واللحم غا نقلبه حتى هو حتى ينشر تماما من الماء الى تبعتوا المراحل كما شرحت لكم هنا يا في الفيديو را غادي وجد لكم كل شي في نفس الوقت ما غا تبقاوش تسنوه في البطاطا ولا تسنوه في الخضرة كل شي غادي يجي مقاد في الطياب وغايت حط كل شي سخون الخضرة والبطاطا واللحم كذلك صفي هنا يا غادي نزيد شوية ديال الزيت البلدية وغادي يكون طبق ديالنا واجد كيجي على هاد الشكل هذا هو يعني الشكل اللي قدمت به الطبق اللحم كيجي فعلا رائع كيجي طيب من الدخل مزيان كيجي فتي وكيجي واحد يعني واحد القشرة من الفوق كيجي يعني مقرملة مقرمشة وكيجي مصحوب مع الخضار والبطاطس فهناك نوصل لآخر الفيديو شكرا على المشاهدة وإلى فرصة مقبلة بإذن الله السلام عليكم في أمان الله